موسيقى احتفل من كل عام بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بأسر أرون يوم 21 ديسمبر اللي هو يوم الانقلاب الشتوي من كل عام الظاهرة دي رصدها العلماء دكتور مجد فكري بكل تسياحة وأخبرنا بها ومن وقت رصدها زي الظاهرة ونحتفل بها من كل عام قدس الأقداس ده مكون من ثلاث مقصير المقصرة الوسطى كان يتوسطها مع مركب مقدس به تمثال المعبود سبك والمقصرة الجنوبية بها ممية المعبود وكانت شعاع الشمس بيسقط على قدس الأقداس في كل يوم 21 ديسمبر في انقلاب الشتوي من كل عام هذه الظاهرة بترصد كل يوم في مثل هذا اليوم 21 ديسمبر وفي نفس هذا التوقيت أيضا هذه الظاهرة بترصد أيضا في معبد الكارنك في الأقصر هذه الظاهرة يعني للأسف ما عندناش أي نصوص بتقول إن فيه ظاهرة لأن المعبد خالي تمام من أي نقوش ولكن بعض الدارسين رصدوا هذه الظاهرة وتشكلت لجنة من وزارة الآثار وفعلا رصدت هذه الظاهرة فأصبح من أوائل الألفية الثالثة بقى فيه احتفال سنوي كل سنة يوم 21 ديسمبر وكان المصر القديم كان بيأصد بيها بداية فصل الشتاء اللي هو فصل الإنبات بالنسبة للمصر القديم فكان مهم بالنسبة له بداية الحدث ده كان في 2011 ونحن بنحتفل بتعامد الشمس هو ساعدتك ما توقفش ولا حاجة وبس في السنتين اللي فاتوا بتاع الكورونا كان طبعا حالك عارفة إن كان فيه ظروف إنما إحنا كده جاءت سيدة المحافظ بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري سيد معافظ الفيوم إن هو كده كده حضرتك لازم تترصد طبعا النهاردة يوم تاريخي عند ظاهرة طبيعية جميلة ظاهرة فرعونية نفس اليوم حصل إن نفس اليوم دي لها برضو تعامد الشمس على أصر قرون وتعامد برضو الشمس على معبل أبو سنبل يوم واحد وعشرين ديسمبر طبعا أحساس جميلة إن أهوم مرة أجي هنا فالجو طبعا كتوحفة والتنظيم رائع والأبن والكوات الأبن في فيوم عاملين شغل جامع جدا هي بالنسبة إن هي أصلا موجودة في فيوم فدي حاجة كبيرة جدا لتاريخنا نفسه فكون إنه يبقى فيه حاجة موجودة زي دي من ألاف السنين دا يدلع أن إحنا كان عندنا قدرة على البناء الهندسي بشكل كبير جدا اشتركوا في القناة